السلام عليكم وهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد من اسلوب حياتي فيديو النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة قوي قوي وهي صنية كنافة بكريمت الكاسترد بطريقة جميلة وسهلة ونكحة مية في المية ان شاء الله وتطلع جميلة ولزيزة وتعجبك اوي تقدر تتحدي بيها اي حد كنافة يعني ما بتغذرش في الشكل وفي الطعم وفي السهولة تحضيرها وكل ده هنتابعه ان شاء الله في الفيديو وبتمنى الفيديو يعجبكو وطريقة الكنافة دي تعجبكو ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير وهنبدأ بسم الله في تحضير كريمة الكاسترد اول حاجة بيكون معاها في المقادير تلات كبات حليب آآ اربع معالق آآ كبار سكر والسكر حسب الرغبة عايزين تزوده عن كده ممكن وكمان اربع معالق بودرة الكاسترد يعني شكلها كده زي ما شفنا في شركات كتير عاملها اي نوع المهم اللي هي بودرة الكاسترد او بودرة الكريم بتسير لها مسميات كتير ولو مش متوفرة خالص يعني تستعيدوا عنها بالنشا يبقى اربع معالق كبار نشا برضو بعد ما دوبت المواد كده كلها مع مع الحليب على البارد رفعتهم كلهم على نار متوسطة مع استمرار التقليب لغاية ما نلاحز ان قوام الكاسترد معانا تقل بالشكل ده كده جاهز طفيت عليه آآ وما دفتلوش فانيليا ولا اي حاجة لان الكاسترد بيبقى ريحته او مناكه كمان بالفانيليا لو هتضيفه نشا تنكيه الكريمة دي بالفانيليا عشان تبقى ريحتها حلو معايا نص كيلو كنافة وآآ مجمدة كنت شالها في الفريزر ومعلقتين كبار سكر بودر وكوباية زبدة سايحة او سامنة سايحة وهنا زي ما احنا ملاحزين كده الكنافة لونها اصفر انا جايبها جاهزة بالشكل ده محل الكنافة طبعا الكنافة العادية بيبقى لونها ابيض ولقيت عنده اللون البرتقاني ده او الاصفر ده آآ قال لي يعني بتعمل بها وصفات تاني وطعمها حلو عاملينها بتعمل منجة فانا مش عارفة بتعمل منجة فعلا ولا لا حبيتها جيبها اجربها وبعد كده بقى فتفتت الكنافة وهي مجمدة بسهولة جدا بتتفتت معايا وضفت لها السكر والسامنة وقال لي بها كويس يعني كويس جدا كده لغاية ما حس انها تشربت كل كمية السامنة اللي معانا بعد كده بكون محضرة صانية بقى دهنها كويس بالزيب ده برضو او السامنة في القعو في الجوانب كويس جدا وباخد نصف كمية الكنافة وافريدها في الصانية اللي معايا واضغط عليها كويس او في القاع وعمل لها كمان جوانب اعلي الكنافة كده من الجوانب او من الاطراف علشان اه لما اضيف الكاسترد يعني اتغطي على الكاسترد كده ما يخرج لنشم الجناب ولا حاجة اثناء الخبز وكمان بضغط عليها بكوباية كده كوباية بتخليها يعني تتساوى كويس جدا وكمان بضغط على الجنب زي ما احنا ملاحظين جنب الصانية كله اتغطى بالكنافة علشان يبقى قفل على الكاسترد كده زي ما قلنا اه بعد كده بصب بقى كمية الكاسترد اللي معانا بسم الله بنصبها كلها بالشكل ده وبعد كده هضيف بقى نص كمية الكنافة يعني بطريقة كده بنراحة خالص عن طريق الرش كده مش هضغط طبعا على الكاسترد ولا حاجة ولا هلمسه برش كده الكنافة لغاية ما غطي سطحه كله وما خليش اي حاجة باينة منه وبيراحة كده بايدي بسيط جدا جدا وبكون مسخنة الفرن على درجة حرارة متين وهدخل بقى الكنافة وما تخرج نشوفها تاخد وقت قديم وكده الكنافة بعد ما خرجت من الفرن اخدت نصف ساعة على درجة حرارة متين وفتحت الشوايا بعد كده سواني بس انا واقفة قدامها تستوي من فوق او تاخد لون بسيط كده من فوق بعد كده وهي سخنة بس ايها بالشرباط التقيل البارد بس ايها كده كويس علشان تتشرب الشرباط وطبعا الشرباط التقيل البارد ده كلنا عارفينه بتاع الحلوات الشرقية اللي بنعملها آآ اللي هو بيكون كبايتين آآ سكر مع كباية مية وعصرة لمونة كده وتسبيع النار حوالي عشر دقايق وبعد كده تنكيه بقى بفانيلي او اي مناكي انت عزاء مأزاهر مأوارد وبرضو الكاسترد ده لو حطيته مكانه نشا ممكن تنكيه برضو الحشوة من جوه كده بمأزاهر او مأوارد زي ما تحبي او فانيليا زي ما قلتلك بعد ما ابتهدى كده وبتبرد بحاول اسلك الجوانب وبقلبها على الاتجاه التاني زي ما ما احنا شايفين كده لان الناحية التانية بتكون متساوية وشكلها اجمل بكتير زي ما احنا شايفين كده وبحط بقى شوية شرباط برضو من الاتجاه ده لاني الشرباط اللي حطيته من فوق كان اليل وبعدين ما بيوصلش برضو للجزء ده يعني من الصينية فلما بقلبها بحب ازود لها شوية شرباط تاني وكمان لما بحط الشرباط بيخلي اي تزين بعد كده ازينه للكنافة آآ يزبط عليها ما يقعش ولا حاجة آآ وكمان بقى بزينها بالفزدق المجروش تقدر تزينيها باي حاجة جزين ده اي نوع مكسرات ما تزينهاش خالص يا طعمها تحفى وروعة من غير اي حاجة وكمان هحط لها واحدة كريزة كده في الوسط وخلاص على كده شكلها بقى جميل وريحتها طبعا جميلة كده وهي خرجة من الفرن بس نقلبها لما تهدى شوية علشان الكاسترد وهو سخن بيكون بيغلي وممكن يسيح وهي تتفتفت منينا وتبوس خالص نسلك الجوانب بالراحة كده بقى اي سكينة او حاجة ونتأكد انها برضو مش لازقة من من القعبة عالصانية علشان دهنينها كويس ما كانتش لازقة وتقلبت معايا بكل سهولة بس يعني نسيت اصور الجزء ده بصراحة. آآ وبعد كده بقى جزين نشوف آآ شكلها من جوا عامل ازاي نقطع قطع مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. أكلها تحفى بقى والكريمة كده آآ طرية كده وسايحة بقى ويعني رهيبة رهيبة. وطعمها كمان بقى تحفى يعني. بصراحة طعمها روعة وتعمل الدومنتاج سهولة زي ما شفنا يعني ما اخدتش وقت ولا فيها شغل خالص. وبيطلع شكلها جميل وطعمها جميل وكل حاجة. هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله لما اتجربوها. والكنافة جميلة بتتاكل في اي وقت في السنة يعني ما نستناش رمضان علشان ناكلها. وانا فعلا اول مرة اعملها من ساعة ما رمضان خلص. افتكرتها كده لما ببقى معدية واشوف محلات الكنافة. وخصوصا اللون ده يعني شد انتباهي قوي. كانوا عرضينه كده يعني عرضين جزء منه وبيقولوا يعني انه متوفر في المحل فعشان كده جبته وعجبني بقى وطلع جميل بس بصراحة ما فوش طعم منجه ولا حاجة. هو اللون بس اللي جميل وطبعا تقدروا تعملوها بالكنافة اللي اللونها ابيض العادية هتطلع جميلة برضو. ان شاء الله جربوا بقى الكنفة دي وتعجبكم. نتقابل على خير بازن الفيديو جديد. عرف السلامة.